صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن المملكة العربية السعودية تسعى لخير المنطقة وشعوبها ومن ينشد ذلك فليتجه إلى الرياض لثقلها خليجيا وعربيا وإسلاميا ودوليا مشيدا سموه بقادة دول المنطقة الحريصون على حماية دولهم وشعوبهم ومثنيا على من يسعى بجهود الخير في المنطقة نحو كل ما يحقق صالحها ومستقبلا أفضلا لشعوبها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضيبية عددا من رجال العمال والاقتصاد والتجارة والصحافة وعددا من المسؤولين وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بأننا نتابع بجدية احتياجات المواطنين ونتابع عمل الأجهزة المختصة في تنفيذها وأكد سموه أننا لا نريد ولا نشجع أبدا أن تضاف على المواطن أي أعباء ترهقه بل نحن أن نكون سياستنا هي تنمية حقوقه وزيادة مكتسباته وأبدأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سروره وسعادته للمستوى الوطني الرفيع الذي يبديه المواطنون ورجال الصحافة بأقلامهم حيال تفاعلهم مع التطورات والتحديات المختلفة وخاطبهم سموه قائلا أنتم الصوت الواعي والمستنير في المجتمع وكل ما تكتبونه محل تقدير واهتمام فجميعنا على اختلاف الموقع لا هدف له إلا مصلحة هذا الوطني وشعبه وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقع التأكيد على أن غاية كل جهد حكومي هو نماء الوطن ورفاهية المواطنين وأن ذلك يتم من خلال تسريع الخطى في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تشمل كافة مناطق المملكة وشدد سموه على همية الحفاظ على ركائز الأمن والاستقرار والذي تنعم به مملكة البحرين باعتبارها ركناً أساسياً في دعم مسيرة التنمية ومضاعفة مكتسباتها لصالح الوطن وشعبه وقال سموه إننا نعتز كثيراً بما يتمتع به أبناء البحرين من نوعهم في التعامل مع مختلف التحديات وإننا على ثقة في أن وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي كفيل بأن يقوي من عزيمتنا لتحقيق ما نرجوه للوطن في مستقبل أكثر الزهار وأشهد سموه بالدور الحيوي الذي يقوم به أصحاب الأعمال في تقوية أركان الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الحكومة على صعيد التنمية ما عزز من مكانة البحرين الاقتصادية والتجارية في المنطقة وأكد سموه أن الحكومة تحرص على توثيق أطر الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات التي تضمن لهذا القطاع أن يقوم بدوره الوطني في مناخ من الانفتاح الذي يزيد من وطيرة الاستثمارات الداخلية والخارجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر